أحمد بكرة مباراة سراميكا كلباترة قولنا تشكيل سراميكا المتوقع من وجهة نظر طبعا فريق ماتش بكرة ماتش صعب فريق سراميكا مع كابتا نايمان الرمادي واحد من المدربين الممتازين اللي لسه كاسبين بيرامدز في المباراة الأخيرة 2-0 يمكن هما لو استعرضنا التشكيل بتاعهم هما بيلعبوا بالـ 4-3-3 طريقة لعبهم قدامنا التشكيل على الشاشة بيلعبوا بالـ 4-3-3 أعتقد أن التشكيل بكرة مش هيختلف نفس التشكيل اللي بدأ بيرامدز بدأ بيل مباراة اللي قابله في حراسة المارمى محمد بسام وأخذ رجل المباراة في مباراة سراميكا وبرامدز الاتنين المساكين رجب نبيل وأحمد رمضان بيكهم الباك رايت أحمد هاني اللي هو الباك اليمين الباك الشمال محمد شكري وده واحد من اللعيبة طبعا المعارم من النادي الأهلي اللي عملة أداة كويس مع سراميكا التلاتة اللي في وسط الملعب محمد عادل اللي هو اللعيب الارتكاز اللي قدام لل4 مدافعين واثنين بيكمله اثنين 8 نفس طريق لعب النادي الأهلي أحمد جندوزي اللي هو عامل أداة هائل معهم الموسم ده واحد وهدف الفريق محمد إبراهيم هو الارتكاز الاثنين اللي بيكمله جندوزي ومحمد إبراهيم اللي اتنين اللي على الأطراف وجولة وجولة ده يعتبر تاني أخطر العيب في الفرق الساني ده برده بعد أحمد جندوزي ومحمود زلاكة اللي هو اللعيب المفاجأة اللي هنتكلم دلوقتي على تحركاته بس هو ستليقي جولة ما هو موقوف يعني عشان انت بتقول العامة في الشكل العامة نفس تشكيل مباراة بيرامدس اللي فات وجون أبوكا المهاجم طبعا اللي احنا كلنا عارفين يمكن ده التشكيل اللي هم بيلعبوا به طول السنة يعني سواء أربعة تلاتة تلاتة نتكلم على أهم حاجة عنده مصد الملعب محمد عادل هو اللعيب الارتكاز الدفاعي والاتنين اللي بيزيده لو شفنا أرقام النادي الأهلي وأرقام سيراميكا في الدور السنة دي هنلاقي ان سيراميكا يمكن لعب مع الكابتن أيمن الرمادي لعب خمس مباراة لو استعرضناها حتى هنلاقي ان هو لعب خمس مباراة كسب مباراتين اتعادل مباراة وخسر مبارتين النادي الأهلي لعب تلات مباراة بس طبعا كسب التلاتة ومتعدلش ولا مباراة مخسرش ولا مباراة سجل أهداف النادي الأهلي جاب 9 تجوان في 3 ماتشاط بمعدل 3 أهداف في المباراة الوحدة أما نادي سيراميكا مسجل 8 أهداف في 5 مباراة بمعدل 1.6 هدف في الماتش الواحد بالنسبة للدفاع اللي استقبل الشباك النادي الأهلي استقبل هدفين في 3 ماتشاط نجيب الصورة اللي بعدها نلاقي أن النادي الأهلي استقبل هدفين في 3 ماتشاط النادي سيراميكا استقبل 4 أهداف في 5 ماتشاط الشباك النظيفة النادي الأهلي مباراة واحدة من 3 مباراة اتنين مباراة من خمسة ده يأكد ان سراميكا على المستوى الهجومي كويس لكن على المستوى الدفاعي عندهم مشاكل دفاعية نقدر ان احنا يستغل لها نسبة الاستحواز لسراميكا تصل الى 58% في الخمس مباراة وده رقم كويس دليل ان الفرقة دي بتستحوز بتعمل 361 تمريرة صح في الماتش الواحد دليل ان هم بيعملوا تمريرات كتير يمكن النادي الاهلي بيعمل 354 تمريرة صحة في الماتش الواحد متوسط استحواز النادي الاهلي في اول 3 ماتشاط 53.7 اهم رقم بقى معدل المحاولات بكرة مباراة فرئتين هجوميين النادي الاهلي بيعمل في الماتش الواحد 15.3 محاولة نادي سراميكا بيعمل 15.4 فده تأكيد ان كابتن ايمان الرمادي طريقته هجومية هدف الفريق هنا بيرسي تاو مسجل 4 هداث وهنا احمد جندوزي مسجل 4 هداث